السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? يارب تكونوا بألف خير النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم بسكوت داجستيف الصحي بدون دقيق بدون بيت بدون سكر ان شاء الله هنعمله مع بعض احلى وانضف من برا كمان لان كل المكونات بتاعته ضيت 100% قبل ما ندخل على الفيديو اتمنى تعمليلي لايك واشتراك وتفعيل الكرس عشان يوصلك كل جديد في محضرة التعام بتاعتنا هنحط كباية ونص من الشفان اللي هو الحبة الكاملة وهنطحنه ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده خلاص كده انا طحنته كويس جدا جدا هضيف دلوقتي رشة من الملح ومعلقة كبيرة من بيكنج بودر اي نوع عندك وهضيف السكر بتاعي الضيت اللي انت بتحب تستخدمي ويكون بيستحمل الحرارة العالية وربع كباية من زيت جوز الهند لو ما عندكيش زيت جوز الهند مش متوفر ممكن تستخدمي اي زيت نباتي ونص معلقة صغيرة من القرفة وهضرب كل المكونات دي مع بعض هتلاحظوا دلوقتي ان العجينة بتبتدي تتلم مع بعض زي ما انتم شايفين كده تمام طبعا انا هلسه هضيف اللبن اللي هو جوز الهند حوالي اربع معالي لان دا اللي هيلمنا العجينة ويخليها تتشكل معانا هنضرب كل المكونات تاني مع بعض لان احنا طبعا ضيفنا اللبن وزي ما قلتلكم اربع معالي ممكن نحتاج نص معلقة كمان هشوف دلوقتي العجينة محتاجة ولا لأ انا عملت تست خفيف لقيت لسه العجينة بتلزق شوية وصعب انها تتشكل معي فهضيف معلقة كمان من اللبن تمام وبرضو هضربهم مع بعض دلوقتي هاختبارها تاني بصوا ما شاء الله العجينة جميلة جدا جدا وكمان بتتشكل معي بكل سهولة هفردها بين كسام نيلون الاكياس اللي هي بتاعتي التلاجة العادية خالص ممكن تفرديها بايدك او بنشابة زي ما انا ما عملت كده لاني انا عايزة الصمك بتاعها رفاية زي البسكوت اللي احنا بنجيبه من برا فانا هفردها كويس زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده عايز اقول لكم البسكوت فعلا تحفى يستحق ان انتو تجربوه وصح مليون في المية وكل المكونات بتاعتو ضايد زي ما انتو شايفين احنا حضرناها مع بعض اهو تمام كده خلاص انا فرجت العجينة بتاعتي هجيب كوباية مفيش اسهل من كده طبعا الكوباية متوفرة عندنا في البيت او اي حاجة تديكي شكل الدايرة استخدميها عادي تمام اه انا عايزة اوريكم العجينة بتطلع ازاي بصوا بكل سهولة لاني طبعا احنا زابطين المكونات بتاعتنا تمام هبتدي ارسها على صاج والصاج انا دهنتو دهنة خفيفة من زيت جوز الهند احطها كده على صاج وهبتدي بقى اعمل باقي العجينة بتاعتي بصوا يا جماعة اهو. اه طبعا العجينة اللي بتتبقى دي انا بخدها تاني وعجينها وشكلها تاني من جديد. زي ما انتو شايفين كده. وبرضو هفردها ما بين كسين نيلون. وبيننا الشابة هتسهل عليك كتير جدا اهم حاجة تخلي السمك بتاعها رفيع ويتفرج كويس جدا. احنا ما بنرميش اي حاجة. الزيادات بناخد عني عجينها تاني وهكذا لغاية ما تخلص العجينة كلها معنا. وبرضو بالكوباية بتاعتنا. هتطلع العجينة معاك بكل سهولة. بصي. بالشكل ده. هخلص كل الكمية بتاعتي وارصها في الصوق. وزي ما قلت لكم لو مش متوفر الزيت بتاع جوز الهند اي زيت نباتي بتستخدموه. هناخد منه ربع كوباية. تمام? هزبط البسكوت بتاعي لو في حتة مش مزبوطة. هزبطه عشان يبقى شكله حلو في الاخر لما يستوي. والفرن بتاعي شغال. واخر حاجة هتجيب الشوكة واعمل آآ اخرم البسكوت بتاعي كده لاني طبعا هنعمله زي بره بالزبط. بالشكل ده. تمام كده هندخل البسكوت بتاعنا الفرن على حرارة متوسطة وما نستعجلش عليه يا جماعة علشان آآ لما نيجي ناكله يبقى مستوي. خلي بالكم الشوفان آآ لو انتم عليتوا عليه الحرارة هيتحرق. وهيبقى مش مستوي خالص. فاحنا عايزينه يبقى مقرمش. كده خلاص انا خلصت الكمية كلها. هدخله الفرن. هيقعد حوالي نص ساعة بالزبط. وكده يا جماعة خلاص البسكوت بتاعي استوى. شايفين بقى عامل ازاي? هنحضره مع بعض. بالشكل ده. ما شاء الله جميل جدا ورحته فضيعة. شايفين يا جماعة بصوا? ما قرمش جدا جدا. وبكده عملت معاكم بسكوت داجستيف احلى وانضف من برة كل المكونات بتاعته صحية مية في المية. حضرناها مع بعض. هناخد منه قطعتين مع فنجان القهوة الصبح. ممكن كمان ناخد منه بالليل. لان طبعا المكونات بتاعته صحية فده مش هيزودنا في الوسط. اتمنى تجربوا البسكوت ده وتقولولي رأيكم لان رأيكم بيهمني جدا جدا ولو عايزين حلويات دايت او كمان مشروبات صحية اكتبولي وان شاء الله اعمل لكم كل اللي انتو عايزينه. ما تنسوش حبايب الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. باي باي.